فهي عدنا تمر حنة فهي رح نزرعها يعني نجذرها طريقة تجدير طلبوا بعدنا بعض الأخوة تجدير وهاي عدنا بذور تنقرس من البذور ومن الأقلام هاي البذور مالته هاي حنة أو تمر حنة هسه أكو فرق بين حنة وتمر حنة الحنة العادية ما تورد بس تمر حنة تورد يصير بها إزهار فهي زراعتها نقدر نغرسها مباشرة بالتربة يعني ما يحتاج لا تجدير ولا شي بس طلبوا من عدنا بعض الأخوة يردون شوفون طريقة تجدير هتنجح لو ما تنجح طبعا تنجح ما يعني ما بيها أي مشكلة التمر حنة صير بيها إزهار الارتفاع مالته ارتفاعها تقريبا نصير أربعة متار أكثر من أربعة متار ثلاثة متار بس إحنا ذا ريد الحنة العادية يعني طبيعتها ذا ريد من عدها نستفاد منها إلى وراغ مالتها على مود الحنة ناخذ من عدها ويعني حنة للبيع أو مثلا نستخدم الحنة فالأفضل يعني تنترك أربع صابيع أكثر من أربع صابيع ونقصها حد وحد قص جائر على مودة يصير بيها نمو جديد أس إحنا ريد نتعلم الطريقة للتجدير بس التجدير أفضل وقت قلنا شهر الثالث والرابع للغرس بالتربو ما يحتاج نسبة النجاح يصير تقريبا يعني 100% فهس هاي رح ناخذ هاي الأقلام هاي نبدي نقسلهم على مودة تراب ما تراب فطريات هاي بالتجدير بس إذا غرس بالترضو ما يحتاج يعني لا غسل ولا شيء هذا القلم هاي الحنة رحنا نقول مثل الحلفة بس خليها بالأرض هي تدفع تتحمل ملح يعني أكثر من يعني 12000 بي بي أم تتحمل ملح عطاش تتحمل عطاش يعني كل الظروف المناخ تقاوم هاي هسا بعد ما غسلناهن ما يأثر هسا هذا ما يعادي يعني ما غسلناهن مبيت فطري نقدر نخليهن بس ما يحتاجن هاي غسلناهن هاي هسا نخلص من عدهن هاي ننشفهن خاطر لا يعفنا هاي قطعة قماش هاي نحصرها ما نخلي بيها ما هاي دائما جايشكون من شغلة التجدير يعفنا هاي اذا عصرناها بعد ما تعفن اذا صار جو بارد راح تتأخر هاي عدنا علبة وهذا الحنة ما يحتاج أو تمر حنة ما يحتاج يعني تنقرس مباشرة بس طلب من بعض الأخوة طلبوا من عدنا يعني الطريقة شلون هاي نخليها بهالشكل هاي وهذا عدنا المجذر طبعا أي مجذر يعني نقدر مو ألسة هذا الإيطالي هذا الإيطالي يعني أي مجذر يصير عادي نحن نسوينا يعني حالينا بالماء هذا ونقدر نقرسه مباشرة يعني هسه هذا خليه بالبودر يعني هسه هذا القلم نجيب القلم هذا هذا بعد ما غرسنا بالمجذر نخليه هنا اجيه بهالشكل هذا أو نخليه هنا بهذا خالطينه طبعا هذا النوع ينخلط أكوة نوع ما تنخلط بالماء الورد الجور يصير يصير الزيتون يصير يصير يعني يتجذر بهالطريقة بس إذا احتر الجو بعد ما يصير يعني أفضل وقت للتجذير شهر الاثناش والواحد والثاني هاي بعد ما خلصنا نقطيهن يعني اللفن هاي بهالشكل هذا اللفن هاي إذا كانت ألبا محكمة ما يحتاجها بس إذا مثلا بيها يعني تعبر يعني الدخل هو نلفه بأي شيس نايلون هسا راح نشوف المجذرين هن هاي المجذرين هن فترة تجذير شهر القلم إذا خلينا أكثر من شهر راح يبقد العصارة إذا الجو بارد ما يأثر بس ما يخليه يعني أكثر من شهر هس هاي المجذرين هن أذني هاي طبقات هاي وهي عدنا هنا هاي الجذور مالتهم جذور ومجموع خضري هاي إذا يظل هسا هذا يعني يلوح الهواء هسا هذا هاي راح يفشلن بس نقطيه نحن هاي لين الجو بارد شوي أخرناهن بس هي تنقرس مباشرة أحسن يعني ما يحتاج هاي الجذور مالتهم هاي جذرا بها الطريقة جذرا بس هاي راح ناخذها نغرس هاي الحنة يعني أي تربة تنجح بيها ما يحتاج يعني في التربة معينة بس هحنا راح نزرع به هاي التربة ساي خليط يعني مسوينها هاي هسا بعد ما نخلص اه نقطيها بأي يعني بلاستيك على مودلين هاي النموات جديدة هاي تيبس السيدة ما نقطيها تيبس يعني بس يلوح الهواء تيبس هاي ما زال بها براعم جديدة طق الهواء تيبس فنقطيها هاي نرويها هاي قنينة بلاستيك بس نحافظ عليها هاي يعني نخليها مدة تفد عشر تايام أكثر من عشر تايام تالي وراها شوية شوية أول ما نفتح هذا القطاء شوية الرخي شوية هاي ورا فترة وانه بنقدر نشيله ورا ما نشيل القطاء انه بنقدر نرفع هذا بعد ما نحتاجه يعني ورا فترة بس نسويها مراحل